يثير اعلان الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتاريش تعيين الدولوماسي السويدي هانز جروندبيرغ مبعوثا جديدا له الى اليمن تساؤلات عن قدرة الاخير على تقليص الفجوة بين الفرقاء لاجاد حل دائم للصراع الدائر في البلاد منذ سنوات خطوة تكليف جروندبيرغ لاقت ترحيبا واسعا في الاوساط المحلية والدولية ممزوجا بتفاؤل للوصول الى حل شامل للصراع حيث رحبت الخارجية الامريكية بتعيين جروندبيرغ معربة عن تطلعها للعمل معه وتزامن ذلك مع تصريح وزيرها انطوني بلينكين بان هناك اجماع دوليا واقليميا غير مسبوق بشأن ضرورة وقف هجوم ميليشيا الحوثي على محافظة مأرب شمالي البلاد في حين ابدت الحكومة اليمنية استعدادها لتقديم الدعم الكامل للمبعوث الاممي الجديد من اجل استئناف العملية السياسية والتوصل الى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي اشعلتها ميليشيات الحوثي من جهة والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من اسوأ الازمات الانسانية والاقتصادية على مستوى العالم على المستوى الاقليمي اعرب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف عن تطلعه للعمل مع جروند بيرك لإيجاد حل شامل للازمة اليمنية وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة الحجرف شدد على دور المبعوث الاممي الجديد في دعم الجهود الاقليمية والدولية للوصول الى الحل السياسي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الفين ومائتين وستة عشر وبانتظار المبعوث الجديد ملفات شائكة اهمها اعادة الاطراف اليمنية الى طاولة المفاوضات ومعالجة تداعيات الحرب والدخول في مسار تفاوضي مباشر اما على الصعيد الانساني فان امام جروند بيرك ملفات عاجلة تنتظر حلا سريعا مثل التداعيات الانسانية والمجاعة التي يعاني منها ملايين اليمنيين اضافة الى ملف اسر الحرب